ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة السادسة للمجلس في دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس حيث ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المراسم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتقطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وذلك بحضور سعادة السيدة أمنة بن تحمد الرميح وزيرة الإسكان والتقطيط العمراني ويهدف المرسوم بقانون إلى تمكين كل وزير من مباشرة مهمه والإشراف على وزاراته وتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها تطبيقاً للمادة 48 ألف من الدستور حيث أنه وتبعاً لصدور المرسوم الملكي رقم 25 لسنة 2022 بتعديل وزاري فقد ترتب على ذلك هيكلة عدد من الوزارات عبر فصلها وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون وتم أخذ الرأي النهائي عليه نداء بالاسم في ذات الجلسة وذلك بعد الاستماع إلى مداخلات وملاحظات أصحاب السعادة أعضاء المجلس كما بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض إحكام المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تمت الموافقة اليوم على الاقتراح بقانون متعلق في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى واستهدفت حقيقة تنظيم العدد من الأمور المرتبطة بداية في تشكيل اللجان النوعية الاقتصار على اللجان النوعية الدائمة تنظيم عمل وإجراءات المجلس فيما يتعلق في واجبات العضو تحديدا في ظل ظروف انعقاد الجلسات السرية أيضا في طبيعة تعاطي مع المشروعات بقوانين عند بداية الفصل التشريعي فيما إعطاء ومنح الحق للحكومة في إما التمسك في تلك المشروعات بقوانين أو التخلي عنها وبالتالي زوال لها لا تبقى قائمة تلك المشاريع أيضا جاءت عدد من التعديلات التي تضمنها الاقتراح متضمنة أن يكون التركيز فعلا على العمل التشريعي وجزئية الرقابة بحيث تعطى أكبر مساحة للعمل التشريعي المتعلق في مناقشة المشاريع بقوانين وإقرارها تمت الموافقة بالإجماع على المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2022 ميلادي بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والأراضي والتخطيط العمراني والأراضي هذه المعدة للتطوير والتعمير هذا المرسوم بقانون أصدر بعد مرسوم صاحب الجلالة المرسوم الملكي السامي رقم 25 لـ 2022 ميلادي بشأن تعديل التعديل الوزاري حيث أعادة هي أكلت بعض الوزارات وفصلها وهذا المرسوم وهذه التعديلات عطت كل وزير وعطت كل وزارة المهام الخاصة بها اشتركوا في القناة